طبعا خلييني أقول لحضراتكم أنه هناك الكثير من الأهداف المتبادلة بين القارة الأفريقية والولايات المتحدة الأمريكية اللي بيتطلعوا لي بالفعل تنفيذها هذه القمة الأمريكية الأفريقية هي ليست قمة دورية آخر مرة تم عقدها كان في 2014 تحديدا في عهد رئيس الأمريكي باراك أوباما وتم أخذ الكثير من القرارات ولم ينفذ معظمها فهذه هي القمة الثانية التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا العدد الهائل من الزعماء الأفارقة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا القمة بتأتي في توقيت دقيق للغاية تأتي في توقيت له علاقة بتعافي القارة الأفريقية من تابعات كوفيد-19 وأيضا تأتي في توقيت له علاقة بضغط سياسي واقتصادي جراء العملية العسكرية التي هي في أوكرانيا الآن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية بتستهدف تعزيز العلاقات مع أفريقيا خلييني أقول لحضراتكم أنه أيضا هناك شكل من أشكال المنافسة ومنفسة القوى العالمية داخل القارة الأفريقية يعني هناك بعض دول التي تعقد قمة مع أفريقيا بشكل سنوي أو بشكل دوري على سبيل المثال الصين يعني العام الماضي كانت بتوج 20 سنة لقمة الصينية أو للقمة الصينية الأفريقية فهناك شكل من أشكال يعني النظر لهذه القارة بشكل مختلف على حد أو حسب الكثير من المحللين اللي كتبوا واللي اهتموا طبعا بهذه القمة طبعا خلوني أقول لحضراتكم التأمين في شوارع واشنطن هو تأمين بشكل مكثف وبشكل هائل وأكيد هننقل لحضراتكم على مدار الأيام القادمة من خلال شاشة أكسترا نيوز كيف هي شوارع واشنطن هذه الأيام باستقبال هذا الكم والعدد الهائل من الزعماء الأفارقة